مطبخ موني انا معايا هنا حليب اللوز انا بحتفظ به كده على شكل مكعبات في الفريزر وبطلع منه وقت ما انا عايزة وكمان معلقتين من دقيق اللوز كسين من سكر استفيانا مربعين من الجبنة بيضة واحدة وكمان معانا ارفة ومعايا اساسي في الوصفة جيلاتين او تستعملوا بديل الجيلاتين سمغ الزنتان ايه اما تستعملوا الجيلاتين او سمغ الزنتان على حسب المتاح عندكم ومعايا كمان فانيليا سيلة هنبدأ دلوقتي نجهز الوصفة اول حاجة انا هاخد كده حليب اللوز وحطه في المايكرويف علشان يفك وفي الوقت ده هنبدأ نجهز باقي المكونات هنجيب الكبة الصغيرة او الخلاط وهنحط فيها الاول كده البيضة ولو عايزين تستغنوا عن البيضة مفيش مشكلة بس هي هتدي طعم حلو وهنضيف كمان دلوقتي اتنين مربع من الجبنة وبالنسبة للدايت العادي ممكن يحطه نوع الجبنة ده او اي جبنة كريمي او يحطه معلقتين زبادي وبالنسبة للكيتو دايت ممكن يحطه معلقتين لبنة او يحطه زبادي يوناني على حسب المتاحة ده ودلوقتي اشغل الكبه علشان البيض والجبنة يختلطوا مع بعض كويس ويعطونا خليط سائل بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بالشكل ده بيكون خلاص جاهز معانا هجيب دلوقتي قصرولة او اي اقناء ومعايا دلوقتي حليب اللوز جاهز معانا ده المج ده ساعة 250 ملي هنحط دلوقتي في القصرولة اتنين معلقة كبيرة بمعيار معلقة الطعام من دقيق اللوز وهضيف عليهم دلوقتي باقي المكونات كلها هنضيف الاول كده نص معلقة صغيرة من الارفة وهنضيف كمان دلوقتي الخليط اللي احنا عملناه من البيضة ومربعين الجبنة وهنضيف دلوقتي السكر طبعا استعملوا السكر على حسب الرغبة وكمان على حسب النوع اللي انتو بتحبوه انا هكتفي بكيس واحد بس من سكر استفيانا والكيس ده وزنه جرام ونص يعني انا هكتفي بس بكيس واحد هنحط دلوقتي فوق المكونات وهنضيف اخر حاجة وهو حليب اللوز 250 ملي من حليب اللوز او بما يعادل مج الشاي العادي وهنقلب دلوقتي المكونات مع بعض وبديل حليب اللوز بالنسبة للضيت العادي ممكن يستعمله اي نوع حليب وبالنسبة للكيتو ممكن يحطه نص كوب كريمة عليه نص كوب من المية على حسب ما انتو عايزين تستعمله وبعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هناخد بقى القسرولة ونحطها على نار متوسطة مع تقليب مستمر لغاية لما الخليط يبدأ ان هو يسخن معانا اول ما الخليط يبدأ ان هو يسخن ويبدأ ان هو يغلي بالشكل ده هنضيف دلوقتي اخر مكون معانا وهو الجيلاتين والجيلاتين اللي انا استعملته ده جيلاتين حيواني بيور من غير سكر ومن غير نكهة هحط منه دلوقتي بمعيار معلقة الشاي معلقة صغيرة من الجيلاتين وزي ما قلتلكو بديل الجيلاتين يا جماعة ممكن تحطه سمغ الزنتان هيددي برضو نفس النتيجة هنحط منه برضو معلقة صغيرة دلوقتي هضيف الجيلاتين وهنقلب بسرعة كده علشان يختلط مع باقي المكونات وخلاص كده مجرد ان هو يبدأ ياخد معانا قوام سميك شوية بيكون جاهز معانا هو بيفضل في صورة سعيلة وبمجرد بس ان هي تبدأ ان هي تغلي معانا بالشكل ده وتحسه ان القوام بدأ يبقى تقيل شوية خلاص كده بتكون جاهزة معانا هنقفل بقى عليها دلوقتي نرى البتجاز ونروح نقدمها مع بعض انا حابة ان انا قدمها في طبق كبير شوية مش حابة ان انا حطها في كسات صغيرة ايه فهجيب بقى دلوقتي الطبق ده وهبدأ احط فيه المهلبية بيكون القوام بتاعها كده بيكون تقيل شوية لكن في صورة سعيلة وبعد ما حطينا الخليط بتاع المهلبية بنحرك الطبق كده علشان تتوزع معانا كويس ونسيبها تبرد وبعد كده بندخلها التلاجة ايه ده شكلها بعد ما دخلتها التلاجة سيبتها حوالي ساعتين ونص كده او لغاية لما تتماسك معاك وخالص ودلوقتي هنبدأ نزيينها طبعا قدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها هي مهلبية لوز وقرفة فانا هزيينها دلوقتي بكم واحدة كده من اللوز ايه طبعا قدموها بالشكل اللي انتوا عايزين وبعد ما زينتها باللوز هحط على الوش كده حاجة بسيطة من مبشور جوز الهند طبعا التزيين حسب الرغبة وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي طعمها جميل جدا وبيكون القوان بتاعها كريمي وجميلة جدا جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وكده قدمت ليكم مهلبية اللوز والقرفة لكل انواع الدايت والكيتو دايت والمرضة السكري وكمان قلت البدائل علشان تعرفوا ان انتوا تعملوها اتمنى يكون الفيديو هجابكم ما تنسوش تعملو لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية